قم للمعلم تبجيلا وقف أدبا إن المعلم تاج يعتلي فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيضل ينابيع والتوجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أبنائي في قناتنا دراس تدعيمية لجميع المستويات سنقوم اليوم أبنائي مع بعض في درس التمييز سنة الرابعة متوسط إذن أبنائي افتحوا كتاب اللغة العربية صفحة 44 لكتاب الرابعة متوسط درس التمييز النشاط الظاهرة اللغوية الموضوع التمييز لاحظوا معي هاتين الجملتين حوت قصيدة الصحافة أحد عشر بيتا امتلأت الوراقات صحفا لاحظوا معي الكلمات المكتوبة بالأحمر إذن ماذا ميزت كلمة بيتا وماذا ميزت كلمة صحفا لاحظوا جيدا بيتا ميزت ما قبلها ميزت أحد عشر بيتا ميزت الكلمة التي قبلها امتلأت الوراقات صحفا صحفا ميزت الجملة التي قبلها ما علامة إعراب كل من بيتاً وصحفاً لاحظوا آخرها أنها منصوبة إذن هي منصوبة ماذا نستنتج؟ نستنتج أن التمييز اسمنا كيرا منصوب يأتي ليزيل الغموض عن كلمة فيسمى تمييز ذات أو عن جملة فيسمى تمييز الجملة كما في الجملة الثانية فبيتاً أزالت الغموض عن عدد ألا وهو 12 بينما صحفاً أزالت الغموض عن جملة امتلأت الوراقات إذن التمييز هو ناكيرا منصوب اسم ناكيرا منصوب يأتي ليزيل الغموض يأتي ليوضح ما قبله سواء كان جملة أو كلمة لاحظوا معي الجدول لدينا الجملة نوع التمييز والتمييز نوع المميز أو فوان التمييز ونوع التمييز وزعت عشرة آلاف وخمس وثلاثون نسخة من الصحافة المحلية لاحظوا نسخة إذن نوع هذا المميز وعادت لاحظوا عشرة آلاف وخمس وثلاثونها وعادت التمييز هو بالأحمر نسخة نوع التمييز ذات لأنه ليس لا يفسر جملة يفسر كلمة يزيل الغموض عن كلمة الجملة الثانية اشترت المطبعة ألف لتر حبرا لاستنساخ الصحف لاحظوا ألف لتر حبرا لاستنساخ الصحف هو جاء هنا نوع المميز كيل أو سعة إذن للبسعة تقاس باللتر إذن جاء سعة التمييز ألا وهو حبرا كلمة حبرا وهو تمييز ذات إذن لاحظنا تمييز عدد والسعة هو تمييز ذات وليس جملة يزيل الغموض عن كلمة طبعت مؤسسة الصحافة أطنانا ورقا لاستصدار العدد الجديد لاستصدار العدد الجديد إذن عن الوزن لاحظوا أن الطن هو عبارة عن الوزن كيلو جرام والجرام هذه كلها أوزان إذن هو وزن ورقا هو تمييز وهو تمييز ذات خصصت الولاية عشرين هكتارا أرضا لبناء دار للصحافة لاحظوا معي هكتارا هي مساحة متر مربع أيضا المساحة عند الكلمة التي تأتي بعدها هي تمييز أرضا وهو تمييز ذات إذن فصل خمسون مترا قماشا لخياطة سطرات خاصة بالمراسلين الصحفيين لاحظوا معي خمسون مترا هو القياس بالمتر متر سنتيمتر مليمتر هذه قياس إذن قماشا هو التمييز وهو تمييز الذات جاء ليزيل الغموض عن كلمة وليس جملة عن كلمة يسمى تمييز الذات بينما عن جملة وتمييز جملة هو يبين يزيل الغموض عن جملة تمييز الذات يأتي إما عدد إما سعة إما وزن إما مساحة إما قياس هذه هي أنواع المميز الذي يأتي بعده التمييز التمييز يكون لاحظوا كما رأيته في الأمثلة يكون منصوبا التمييز يكون منصوبا ويأتي بعد العدد السعة والوزن والمساحة والقياس يأتي بعد هذه الكلمات إذن استنتج يكون المميز في تمييز الذات دالا على العدد أو على المقادر التالية الكيل الوزن المساحة والقياس إذن هذا هو المميز لاحظوا معي الآن أطبق استخرج من الفقر الآتية التمييز وأبين نوعه وإعرابه استخرج المميز وأبين نوعه نستخرج التمييز ونبين نوعه وإعرابه وكذا نستخرج المميز ونبين نوعه امتلأت الجزائر فخرا بأمجاد صحفيها الثوريين الذين رفعوا تحدي الدفاع عن حريتها وصون استقلالها غدات الاستقلال لقد سالت أقلامهم حبرا يعطر الجرائدة وزخرت شوارع الوطن دماء زكية قربانا لعزته وكبريائه ونشرت البصائر والأمة والمجاهد وغيرها من الصحف الجزائرية العربية الفرنسية آلاف الأمطار المربعة صحفا ناضحة بصوت الحق والصدق والإخلاص للوطن لاحظوا معي هذه الفقرة إذن سنستخرج من الفقرة التمييز ونبين نوعه وإعرابه وكذا المميز ونبين نوعه ونبين نوعه إذن لاحظوا معي امتلأت الجزائر فخرا إذن امتلأت الجزائر فخرا جاء لي يزيل الغموض عن جملة فخرا إذن رفعوا التحدي إذن أين هي الكلمة الموالية إذن لقد سالت أقلامهم حبرا يعطر الجرائد لاحظوا معي حبرا هو تمييز تمييز عن جملة جاءت جملة قبله سالت أقلامه لم تأتي عدد ولا سعة ولا وزن ولا قياس ولا مساحة إذن الجملة التي بعدها وزخرت شوارع الوطن دماء زكية دماء هو التمييز وجاءت قبلها جملة جوارع الوطن جاءت قبلها جملة إذن لاحظوا الجملة التي بعدها آلاف الأمطار المربعة صحفا صحفا هو تمييز جاءت قبلها آلاف الأمطار إذن آلاف الأمطار ما هي سنضع الآن جدول نقوم بتصنيف في هذا الجدول نصنف التمييز ونوعه وإعرابه والمميز وكذا نوعه لاحظوا معي هذه الكلمات سوف نضعها في جدول ونبين ما هو التمييز لاحظوا معي الجملة التمييز نوعه والمميز ونوعه وكذا إعرابه لاحظوا معي الجملة الأولى امتلأت الجزائر فخرا إذن أين هو التمييز كما قلنا من قبل ذكرنا من قبل أن التمييز هو فخرا لاحظوا معي التمييز هو فخرا إذن نكتب هنا فخرا ما هو نوع هذا التمييز لاحظوا ما هو نوع هذا التمييز نوعه إذن لاحظوا هو جملة جاء ليزيل الغموض عن جملة وليست كلمة إذن نوعه جاء ليزيل الغموض عن جملة المميز ما هو هو امتلأت الجزائر إذن هو جملة المميز هو عبارة عن جملة ألا وهي امتلأت الجزائر إذن المميز جملة الجملة التالية ألا وهي امتلأت الجزائر نوعها هي عبارة عن جملة ليست عدد ولا سعة ولا وزن ولا مساحة ولا قياس إذن هي ما هي؟ إذن هي جملة نكتب هنا نوعها عبارة عن جملة وليست ذات نوعها جملة إذن التمييز جملة وليس ذات ونوع المميز هو عبارة عن جملة ليس عدد وليس سعة ولا وزن ولا مساحة ولا قيس إذن اعربوا كيف نعرب التمييز لاحظوا التمييز امتلأت الجزائر فاعل مرفوع فخرا فخرا نعربها تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فالفتحة الظاهرة على آخره إذن نعربها تمييز منصوب إذن ننتقل إلى الجملة الثانية سالت أقلامهم حبرة سالت أقلامهم حبرة أين هو التمييز هنا هو حبرة حبرة هو التمييز ما هو نوعه جاء ليزيل الغموض عن جملة إذن نوعه تمييز الجملة إذن المميز ما هو إذن سالت أقلامهم أين هو المميز الجملة التي قبل التمييز ألا وهي سالت أقلامهم هي الجملة جملة المميز إذن المميز هنا سالت أقلامهم ما هو نوع هذه الجملة ما هو نوع هذا المميز المميز نوعه جملة هو عبارة عن جملة لاحظوا هنا جملة فعلية لاحظوا إذن نوعه جملة كيف نعرب التمييز هنا نعربه أيضا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه التمييز بعد الجملة دائما يأتي منصوبا دائما يأتي منصوبا لاحظوا الجملة الموالية زخرت شوارع الوطن دماء زكية زخرت شوارع الوطن دماء زكية دماء هو تمييز دماء زكية إذن دماء هو تمييز وهو تمييز يفسر الجملة أو يزيل الغموض عن جملة قبله إذن ما هي الجملة؟ زخّرت شوارع الوطن دماء زكية إذن شوارع الوطن زخّرت شوارع هو الجملة زخّرت شوارع الوطن هي الجملة إذن نوعه هذا المميز هو عبارة عن جملة إعرابه كيف نعرب دماء تعرب تمييز منصوب وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها إذن الجملة الآخرة نشرت الصحف آلاف الأمتار المربعة صحفا إذن صحفا هو تمييز هنا صحفا هو تمييز ماذا جاء قبلها؟ لم يأتي جملة لاحظوا آلاف الأمتار المربعة ما هو المتر المربع؟ ما الذي نقيس به المتر المربع؟ إذن هو المساحة إذن نوع التمييز هنا لاحظوا تمييز ذات وليس تمييز تمييز جملة إذن هو تمييز ذات لماذا تمييز ذات؟ لأنه التمييز عبارة عن تمييز ذات إذن والمميز ما هو آلاف الأمتار المربعة لاحظوا معي آلاف الأمتار المربعة الأمتار المربعة هي عبارة عن مميز إذن المميز ما هو نوعه؟ هو الآلاف الهكتارات هو المميز نوعه مساحة هو مساحة إذن إعرابه إعراب تمييز كيف يعرب؟ يعرب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن الفتحة الظاهرة على آخره لاحظوا معي إذن آلاف الأمتار هو المميز ننتقل الآن إلى القاعدة لاحظوا معي ما هي قاعدة التمييز التمييز ما هو التمييز؟ هو اسم نقرة يريد بعد جملة تامة لإزالة الغموض في الإسم الذي قبله مثال اشتريت رطلا سكرا لاحظوا سكرا يزيل الغموض في الجملة التي قبله إذن هذا هو التمييز هناك أنواع من التمييز المميز نوعان إذن المميز الملفوض وهو الذات وهو الذي يرفع الغموض الموجود في كلمة واحدة وهو الذي يدل أيضا على الكيل الوزن المساحة القياس والعدد مثال اشتريت رطلا تمرة لاحظوا هذا يسمى تمييز ذات أو الملفوض وهو الذي يزيل الغموض في كلمة واحدة وهو الذي يرفع الغموض عن كلمة واحدة المميز أيضا نوعان النوع الثاني وهو الملحوظ وهو جملة وهو ما يفهم من الجملة من غير أي ذكرة فيها إذن مثال فجر الله الأرض عيونه فجر الله الأرض عيونه عيونه هنا تمييز تمييز جاء بعد جملة جاء بعد جملة وليست كلمة الآن إعراب التمييز كيف يعرب التمييز يعرب تمييز الذات من وزن وكيل ومساحة وقياس وعدد منصوبا ويجوز أن يجرب الإضافة أو بمين أو بمن مثال باع التاجر مترا قماشا باع التاجر متر قماش باع التاجر مترا من القماش أما تمييز الجملة فيكون منصوبا دائما يكون منصوبا دائما إذن يعرب تمييز الذات منصوبا ويجوز أن يجرب الإضافة أو بمن بمين بالإضافة أو بين مين لاحظوا سبقتها مين القماش سبقتها مين وكذا متر قماش بالإضافة إذن لاحظوا معي التطبيق إعرام ما يلي الأسد أكثر الحيوانات شراسة جملة الثانية باع التاجر أربعين طاولة الجملة الثالثة اشترى الولد لترين زيتا قموا أبنائي بإعرام هذه الجملة الجملة الأولى الأسد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره أكثر خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره وهو مضاف الحيوانات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر شراسة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره إذن جملة الثانية باع فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة على آخره التاجر فاع المرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره أربعين مفعول به منصوب وعلامة نصبه لأنه ملحق بجمع المذكر لاحظوا الأعداد درسناها من قبل طاولة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره اشترى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر الولد فاع المرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لتريني مفعول به منصوب وعلامة نصبه لأنه مثنى زيتا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره شكرا أبنائي على المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وهذا ليصلكم كل جديد وبهذا أبنائي نكون أنهينا درس اليوم عن التمييز والمميز وإعرابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المعلم تباجيلا وطفادما إن المعلم تاج يعتني فينا أستاذنا إننا نهدي المديح لكم في ضلينا بعيوات توجيه تسقينا